أعزائي طلاب تعليم الفني الصناعي أهلاً بكم حبيبي وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا في بيتنا مدرسة أهلاً أبناء الأعزاء وحلقة جديدة ومادة CNC وطلابي طلابي أبناء تعليم الفني الصناعي تخص تشغيل المعادن نظام الثلاث السنوات والخمس سنوات برحم بكم وحلقة جديدة في مادة CNC ونبدأ مع بعض كده حلقاتنا النهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول موضوع جميل قوي وهو موضوع التخصص الجميل ده في سوء العمل هو إزاي أن أنا قادر أبرمج وإيه هي أوامر الحركة اللي أنا قادر أبرمج بيها وأستخدم كل كود إزاي وأستخدمه في إيه بالزبط أصمم بي إيه في البرنامج ده موضوعنا إن شاء الله النهاردة وهو ده اللي إحنا نتكلم فيه وإن شاء الله بإذن الله يوصل لكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا مع بعضينا حبيبي نبدأ حلقتنا الجميلة ونبص على شاشة بتاعتنا ونتعرف على لغات البرمجة المفروض إن إحنا بناخدها في هذه المادة إحنا عندنا لغات البرمجة للمكان بتاعنا لغة تسمى لغة الكاد ولغة اسمها الجي أم كود وحاجة اسمها لغة أخرى اسمها الكونفرزيشن إيه بروجرام اللي إحنا نشتغل بالنهاردة يا أولاد هي اللغة الأولانية اللي هي لغة الجي أم كود يعني أنا النهاردة إن شاء الله اللي هنشرحه هنشتغل به لغة الجي أم كود ما بعدينا كده بيقول لي إن أنا عندي في النظام في المكانة اسمه نظام الكياس المطلق ونظام الكياس التراكمي طيب هو إيه النظام دوت يا ميس وأنا يعني إيه كود أصلا حركة أو أمر حركة أنا هتدي لي المكانة إحنا عندنا أولاد كل كود أو أمر بتدي لي المكانة بيبقى مشفر الشفرة بتاعته بنقول عليها كود بنقول عليها إيه كود فأنا عندي أكواد بشغل بها المكانة بتاعت عندي أكواد اسمها أكواد أساسية وعندي أكواد أخرى بنسميها الأكواد المساعدة أي كود أساسي في عملية التنفيذ للمنتج ده بيبدأ بحرف الجي وده اسمه الأكواد الأساسية وأي كود عندي بيبدأ بي الحرف الام دي أكواد مساعدة تساعد على إجراء عمليات الايه التنفيذ أو التشغيل تمام والأكواد دي كلها بتبدأ بحرف مين الام يبقى أنا عندي كام نوع من الأكواد عندي نوعين من الأكواد اللي ببرمك بيها المكانة أكواد تبدأ بحرف جي وأكواد تبدأ بحرف الايه الام الأكواد الأساسية اللي بدونها مقدرش أنفذ المنتج هي أكواد تبدأ بحرف الجي الأكواد التي تساعد على إجراء عمليات التنفيذ هي أكواد بتبدأ بحرف الايه الام ندي مثال أنا لو عندي جي زيرو واحد يعني أنا بمشي العدة في خط مستقيمة على الشغلة ده لو أنا ما اشتغلتش بيه عمري العدة ما هتكون فين في سطح الشغلة وعمري ما هتطلع منتج إنما M08 ده كود بشغل بيه سائل التبريد بشغل بيه سائل التبريد طب ما أنا عندي بعض المعادن ممكن أشتغل فيها بدون سائل تبريد إذن الكود ده مساعد ممكن أستخدمه وممكن إيه ما أستخدمهوش يبقى لا يعني ده كود بيساعدني على إجراء عملية الإيه التنفيذ بتاعتي يبقى أنا عندي أكواد أساسية تبدأ بحرف الجي وأكواد مساعدة تبدأ بحرف الام تمام؟ إحنا دلوقتي هنشرح مع بعضينا الأكواد الأساسية اللي بتبدأ بحرف الإيه الجي مع بعضينا كده للكود الأولاني ونشوف وظيفته إيه في الماكينة مع بعضينا على الشاشة الشاشة بتاعتنا بتقولي إن أنا عندي كود اسمه G90 والكود ده هو بيبقى عن طريقه أقدر إن أنا أدخل أبعاد المنتج للمكينة يبقى الكود G90 عن طريقه أقدر أدخل الأبعاد بتاعت المين للمكينة بتاعت طيب الكود ده اسمه إيه؟ اسمه G90 اللي بيحسب فيه جميع الأبعاد من سفر الشغلة ويرمز له بـ G90 يبقى ده للبرمجة الإيه المطلقة البرمجة المطلقة دي اللي احنا بنسميها إيه؟ الأبسليوت بروغرام الأبسليوت بروغرامنج يعني إيه يا أولاد؟ يعني أنا عندي دلوقتي شغلة زي اللي قدامي دي لو دخلت لها الأبعاد بتاعتها كلها من الزيرو لحد نهاية البعد وكل بعد أحسبه من الزيرو تاني كل بعد أحب أدخله للمكينة أحسبه من الزيرو في كل مرة طالما هحسب أبعادي كلها اللي هدخلها للمكينة من نقطة الزيرو يبقى في الحالة دي بقول عليها دي أبعاد مطلقة أو برمجة مطلقة اسمها الأبسليوت بروغرامنج معناها إيه؟ معناها أني أنا بحسب جميع أبعادي من صفر الشغلة بتاعتي ويرمز لهذا الكود بالجي تسعين يبقى أول وظيفة لأول كود يا أولاد أنا عايز أدخل أبعاد الشغلة بتاعتي منصوبة كلها لسفر الشغلة طالما هنسب كل الأبعاد اللي أنا هدخلها للمكينة لنقطة واحدة تسمى سفر الشغلة يبقى إذن نوع البرمجة دي تسمى البرمجة المطلقة يعني إيه البرمجة المطلقة؟ يعني بنسب فيها جميع أبعاد الشغلة لنقطة إيه واحدة وهي سفر إيه الشغلة والكود المسؤول عن هذه البرمجة هو جي تسعين ده أول كود خلاص؟ طيب يبقى أنا لما أجأ أقول لك أنا عايز أعمل عملية برمجة مطلقة اللي هي الأبسليوت برو جرامنج لما حضرتك هتفتح كدالوجات هتلاقي فيها المسمى اسمه الأبسليوت إيه؟ برو جرامنج طيب الأبسليوت برو جرامنج ده الكود اللي أنا استخدمه فيه جي تسعين طيب والجي تسعين ده أستخدمها إزاي؟ أدخل أبعاد كلها منصوبة لنقطة واحدة في الشغلة وهي سفر الشغلة تماما حبايبي؟ نبقى احنا كده عارفين الكود جي تسعين كل الأبعاد اللي هدخلها هتنسب لنقطة واحدة وهي سفر الشغلة لذلك يسمى هذا النوع من البرمجة بالبرمجة المطلقة أبسليوت برو جرامنج يرمز للكود بتاعي بالجي تسعين مع بعضينا بقى على الشاشة نشوف كود آخر الكود الآخر بتاعنا وهو الجي واحد وتسعين الجي واحد وتسعين بتحسب فيه الأبعاد مسافة بعد مسافة وبيأخذ نهاية البعد الأول سفرا جديدا للبعد التالي ويرمز له بالرمز جي واحد وتسعين وهنا بنسميه البرمجة التراكمية أو التزايدية أو النسبية وإحنا بنقول على نوع البرمجة ده في الكادالوجات بتاعتنا الانكريمينتال برو جرامنج الانكريمينتال برو جرامنج يعني لما حضرتك هتفتح كادالوج لأي مكنة علشان تبدأ توظف الكود ده للمكنة ديت هتلاقي اسم الكود ده جي واحد وتسعين وجنبيه وظيفته أو اسمه انكريمينتال برو جرامنج يعني ايه انكريمينتال برو جرامنج؟ يعني البرمجة التزايدية أو النسبية أو التراكمية فيها بتحسب جميع الأبعاد بتاعتي مسافة بعد مسافة أي بيؤخذ نهاية البعد الأول سفرا جديدا للبعد التالي ويرمز له بالجي واحد وتسعين ياولاد ركز مع بعض كده على الرسمة اهو انا ما نسبتش ابعادي هنا للسفر انا خدت البعد من السفر الحد للجزء الاولان اللي انا هشتغله وخدت نهاية البعد الأول سفر جديد عشان احسب البعد بتاع الجزء التاني اللي انا هشتغله وخدت نهاية البعد التاني سفر جديد علشان احسب البعد التالت اللي انا هبدأ ايه اشتغله يبقى انا هنا لما باجه اشتغل باشتغل مسافة بعد مسافة وبيؤخذ نهاية البعد الأول سفر جديد للبعد الايه التالي يبقى اذا النظام دخول الأبعاد هنا مسافة بعد مسافة وبنحسب نهاية البعد اللي احنا خلصناه سفر جديد للبعد الايه التالي لذلك ده نظام برمغة مختلف يسمى نظام البرمغة التراكمية او التزايدية او النسبية وفي الكادالوجات بتاعتنا بنلاقي اسمه incremental programming يعني ايه incremental programming يعني انا بامشي بطريقة برمغة تزايدية يعني بزود على البعد الاول اخد نهاية البعد الاول واخده سفر وابدأ ازود عليه البعد الجديد اخد نهاية البعد التاني اخده سفر وابدأ ازود عليه البعد الايه الجديد بتاعي بتاع الجزء التالت يبقى في الحالة دي انا اللي انسب كل الابعاد بتاعتي الى سفر الشغلة لذلك هو نظام اختلف لذلك هو القود بتاعه بقى مختلف وبقى جي كام واحد وتسعين يبقى انا عندي دلوقتي يا ولاد نوعين من البرمغة عندي البرمغة المطلقة والبرمغة الايه التراكمية او التزايدية او النسبية البرمغة المطلقة كنت برمز لها جي 90 البرمغه التراكمية او التزايدية او النسبية برمز لها جي كام 91 البرمجة المطلقة قدت بحسب كل أبعاد منصوبة النقطة واحدة في الشغلة وهي سفر الشغلة البرمجة التراكمية أو تزايدية أو النسبية بحسب الأبعاد بتاعتي مسافة تالي مسافة وبناخد نهاية البعد الأول أو المسافة الأولى بناخدها سفر جديد عشان أدخل البعد الثاني المين للمكنة بتاعتي أنا عندي كده نوعين من الأوامر جي 90 وجي 91 اللي اتنين بستخدمهم في دخول الأبعاد للأبعاد الشغلة للمكنة الاتنين بستخدمهم في دخول أبعاد الشغلة للمكنة واحدة بدخل أبعاد الشغلة منصوبة كلها لسفر الشغلة وفي الحالة دي يبقى النظام بتاعه نظام مطلق وبيطلق عليه الأبسليوت برو جرامينج أو البرمجة المطلقة والآخر بستخدمه في أننا بدخل الأبعاد الشغلة بتاعتي مسافة بعد مسافة وبيحسب نهاية البعد الأول سفرا جديدا للبعد التالي وفي الحالة دي بستخدم كود آخر جديد يسمى G1 وكام وتسعين والكوداي جي تسعين وواحد وتسعين الاثنان بيستخدمان في إدخال البيانات أو إدخال أبعاد الشغلة لمكينات التحكم العددي ولكن بنظامين مختلفين الجي تسعين لنظام القياس المطلق اللي هو الأبسليوت برو جرامينج الجي واحد وتسعين لنظام القياس تراكمي أو النسبي أو التزايدي والذي يطلق عليه الانكريمينتال برو جرامينج تمام حبايبي؟ مع بعدينا بقى نشوف كود جميل كده تاني هنا بقى بيقول لي بيقول لي ايه مميزات الأبعاد المطلقة والتزايدية الأبعاد المطلقة سهلة واضحة الخطأ في بعده معين لا يؤثر على بقية الأبعاد يمكن تغيير البيانات البيانات الهندسية والأبعاد بتاعتي بسهولة قوي فيها لأنها كلها بترجع لنقطة ايه؟ لنقطة واحدة فبالتالي أسهل في المراجعة طب ايه بقى مميزات الأبعاد التزايدية؟ طالما أبعاد المطلقة كان فيها المميزات دي ما خلناش ايه احنا نشتغل على طول بالأبعاد المطلقة قال لي لا الأبعاد التزايدية بقى بتقللي وقت البرمجة اللي أنا ببرمج فيه ورجل الصناعة هو اللي يحتاجه إن أنا أقل الوقت الضائع بدون إنتاج فعلي فأنا الأبعاد التزايدية بتخلينا أنا أشوف أنا وصلت الآن بعد وأبدأ أخذ البعد اللي إيه اللي بعده ما بدأش أحسب البعد من أول الشغل لحد الآخر فبالتالي ضرورية إذا كان من الصعب بتحديد الإحداثيات المطلقة لنقطة الشغلة تقليل البرنامج باستخدام البرامج الفرعية إنتاج الكنتور المتكرر يحتاج إلى الأبعاد التزايدية أسهل طبعا في الإيه في عمليات البرمجة يعني هي بتقللي كمان وقت البرمجة لأن أنا بشوف أنا وصلت الآن بعد وببدأ أحسب البعد اللي بعده على طول فبالتالي وقت البرمجة ما بياخدشي وقت معي كبير لما بشتغل بالجي 91 زي ما بشتغل بالجي 90 الجي 90 سهل في دخول أبعاده ولو حصل خطأ في أي بعد من أنا اديته سهل قوي أن أنا أروح له وأعرفه وأبدأ أعدله إنما الجي 91 بتأثر معي وقت البرمجة اللي هو الوقت الغير فعلي في الإنتاج وبالتالي ده حاجة يعني سوء العمل بيحتاجها سوء العمل محتاج منك أن أنت ما تقعدش تشوف الطريق الأقصر إيه علشان تنتج إنتاجك يبقى الوقت بتاعك كله داخل في عملية الإنتاج مش في عملية البرمجة فأنا بشوف أعرف برمج بأقصر وقت ممكن إيه فالبرمجة التزايدية بتأثر معاك وقت البرمجة إنما هي بتبقى لو فيه بعد غلط بتضطر إن أنت تبدأ إن أنت تعيد حسابتك كلها نقطة نقطة وبدقة إنما البرمجة المطلقة بتسهل عليك عملية البرمجة ولو فيه خطأ فيه بعد ما بيبقى سهل لقوة إن أنت توصله إن أنت إيه تعدله يبقى ده الفرق ما بين البرمجة الإيه المطلقة والبرمجة التزايدية بالنسبة للتشغيل في الإنتاج ووقت الإنتاج بتاع ما بعدين بقى نشوف كده جزئية جديدة بتقول لنا أوامر الحركة في مواقع آدات القطع بالنظام الإيه المطلق آه إحنا عايزين هنا نعرف يعني إيه الكلام اللي هم بيقولوا ده إحنا قلنا إن إحنا عندنا جي تسعين وجي تسعين ده بيقول لي هو أمر بحرك بيه العدة حسب الأبعاد بتاعت الشغل أبعاد الشغلة والله لو هي بنظام مطلق يبقى أنا أشغل بالجي كام بالشي تسعين يبقى أنا أتحرك من السفر للنقطة رقم واحد من السفر للنقطة رقم اتنين من السفر للنقطة رقم ايه تلاتة ما فيش نقطة تعتمد على اللي قابليها كل أبعاد دي هتيجي هتنسب لمين لنقطة السفر يبقى في الحالة دي أنا بستخدم الجي كام الجي تسعين طيب آه عندي بقى أمر الحركة داخل الشغلة عندي أمر الحركة بيقول لي ده لو أنت عايز تمشي فيه دوران هتستخدم ايه؟ هستخدم الجي زيرو كام اتنين طب امت أشتغل بالجي زيرو اتنين؟ قال لي لو كان الدوران بتاعك في اتجاه مع عقارب الساعة يعني أنا لو همشي في دوران على الشغلة العدة هتمشيلي في دوران مع اتجاه عقارب الساعة يبقى استخدم الجي كام زيرو اتنين يبقى الجي زيرو اتنين هو عبارة عن أمر الحركة في تقريب دائري طب في التقريب الدائري ده مع التجاعة قارب الساعة والعكس تجاعة قارب الساعة قال لي ده مع التجاعة قارب الساعة طب الكود ده بيحتاج مني برامتر زي ايه عشان اشتغل بيه قال لي احنا بنحتاج الجي زيرو اتنين والاكس والزد بتوع نهاية الشغل بتاعك والاكس والواي بتوع انت شغال في تفريز يبقى انا عندي اكس وايه اكس واي يبقى انا باخد جي زيرو اتنين واكس واي بتوع نهاية المنحنة وكمان باخد الار اللي هو نصف كتر الدوران اللي انا عايز اعمله يبقى انا عشان اشتغل بالكود جي زيرو اتنين هشتغل بيه لما كون هعمل دوران والدوران ده مع اتجاه عقارب الساعة والدوران ده هيحتاج مني نقطة نهاية المنحنة اللي هي همثلها بالنقطة اكس والنقطة واي وايضا هيحتاج مني كبرامتر زي تانية الار اللي هي نصف كتر الايه ايه الدوران انا لما حب اشتغل بيه دوران مع اتجاه عقارب الساعة انا عايز اعمل منحنة والمنحنة ده هيمشي مع اتجاه عقارب الايه الساعة يعني المنحنة ده ماشي مع اتجاه عقارب الساعة نهاية المنحنة بتاعي فين هد كيمة المحور اكس والمحور واي لنقطة نهاية الايه المنحنة طيب وبداية المنحنة اعرف نصف كتره ازاي هحط رمز الار اللي هتعرف لي نصف كتر المنحنة ده كيم ولو المنحنة ماشي مع اتجاه عقارب الساعة هياخد الكود بتاعي جي زيرو اتنين يبقى انا دلوقتي ياولاي لو حبيت اعمل دورانات على سطح الشغلة بتاعتي عندي طريقتين لعمل الدوران عندي دوران مع اتجاه عقارب الساعة ودوران عكس اتجاه عقارب الساعة الدوران مع اتجاه عقارب الساعة باستخدم له الكود جي زيرو اتنين وبنأخذ بنقطة نهاية المنحنة بدلالة المحور اكس وايضا المحور واي وعلشان اعرف المكنة نصف كتر الدوران اللي انا همشي فيه بحط المحور ار وار دي بتمثل قيمة نصف كتر الدوران اللي انا عايز اعمله يبقى لما باجي ابرمج دوران للمكنة ببرمج نقطة نهاية الدوران ونصف كتر الايه الدوران وبناء انا عليه بحط الكود لو الدوران في اتجاه عقارب الساعة الكود بتاعي بيكون جي زيرو اتنين طب لو الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة بحط كود اخر يسمى جي زيرو ثلاثة وايضا بيحتاج معايا نفس البرامترز نقطة نهاية المنحنة بمثلها بالمحور اكس وايضا المحور واي نصف كتر الدوران بمثله بالمحور او الرمز ار اللي هي بتمثل الريدياس يعني نصف كتر الايه الدوران ولو الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة بمثله بالكود جي زيرو ثلاثة ولو الدوران معايا معايا تجاه عقارب الساعة بياخذ الكود جي زيرو اتنين مع بعضينا بقى على الشاشة ونشوف الفرق ما بين القودين احنا قلنا الكود الاولين جي زيرو اتنين هيمشي الدوران معايا تجاه عقارب الساعة هاخد اخر نقطة في الدوران اخد المحور اكس والمحور واي بتوعها واخد كيمة نصف كتر الدوران عشان العدة دي تعمل الدوران بتاعي مزبوط طيب وطالما ماشي معايا تجاه عقارب الساعة كده يبقى الكود بتاعي اسمه ايه اسمه جي زيرو اتنين ده بمعلومية نقطة نهاية الدوران ونصف كتر الايه الدوران طيب انا عندي نقطة عندي طريقة تانية ابدأ ان انا اعمل بيها الدوران بس قال لي في الحالة دي اولاد لو الدوران بتاعي جزء من نصف ايه دائرة يعني مش نصف كتر الدائرة صريح لو جزء من محيط دائرة في الحالة دي انا مش بعبر عنه بالار بعبر عن نقطة البداية بمحور اخر يسمى المحور اي والمحور جي والي اتنين دول باخدهم من نقطة بداية المنحنة وبياخد نقطة نهاية المنحنة اللي هي باخد فيها الاكس والاي والواي يبقى انا عندي كده طريقتين لحساب ابعاد نصف كتر الدوران بتاعي لو انا عندي نصف كتر دوران صريح يعني لو عندي ربع دائرة نصف دائرة تلتة اربع دائرة دائرة كاملة كل ده احتاج في الار ادخل بمعلومية مين الار اخد نقطة نهاية المنحنة اكس واي ودخل كيمة الدوران بكيمة مين الار اللي هي الراديوس طب لو انا بقى عامل دوران جزء من محيط دائرة لهو ربع دائرة ولا نصف دائرة ولا تلتة اربع دائرة ولا دائرة صريح ده كده حتة كده من محيط ايه دائرة احدد الراديوس بتاعها فين او بعدها احدده ازاي قال لي مش هنستخدم الار في الحالة ديه احنا هنستخدم نقطتين بدل الاكس والواي من نقطة بداية المنحنة هنسميهم محور اي ومحور اي جي ومحور اي هيمثل بعد نقطة بداية المنحنة عن بعد نقطة بداية عن مركز الايه الدوران والجي في اتجاه المحور اكس والجي هييمثل بعد نقطة بداية المنحنة عن المركز في اتجاه المحور واي يعني ايه بقى احنا مش فاهمين انا عندي كده اولاد للمنحنة اربع محاور محورين بخدهم في نقطة النهاية ومحورين بخدهم في نقطة البداية نقطة البداية باخد المحور جي والمحور اي ونقطة النهاية باخد المحور اكس والمحور واي يعني بدل الار انا استعادت عنها بمحورين اي و جي ليه؟ عشان الدوران بتاعنا مش دوران صريح ده جزء من محيط ايه؟ باير هنبص على الرسمة وهقولك خط الاي والجي منين وخط الاكس والوي منين الرسمة هتوضحها لنا على الشاشة تماما شباب؟ مع بعض كده على الشاشة الشاشة بتاعتنا بص يا اولاد بقى هنا كده انا عندي ده دوران الدوران ده جزء من دايرة مش ربع دايرة صريح فهاجي من نقطة نهاية المنحنة بتاعي او الدوران هاخد المحور اكس والمحور واي زي ما كنا شغالين بالكود ار تمام؟ بس هنا ما ينفعش ادي ار ليه ما ينفعش ادي ار؟ علشان الدوران بتاعي ده مش دوران صريح يعني ده مش ربع دايرة صريحة ده جزء من محيط دايرة لذلك انا استعدت عن الار بنقطة تسمى الاي محور يسمى الاي ومحور يسمى الجي بعد نقطة البداية بتاعت المنحنة بعد نقطة البداية بتاعت المنحنة عن المركز بتاع المنحنة فين مركز المنحنة مش ده مركز المنحنة؟ حلوة بعد نقطة البداية عن المركز ده في اتجاه المحور اكس بسميها اي بعد نقطة البداية عن المركز ده في اتجاه المحور واي بسميها جي يبقى بدل ما بقول هنا واي وبقول هنا واي لا بعض نقطة المركز عن البداية في y بدل y أقول plante عليه g وباخد نقطة عن المركز في اتجاه المحور x وسميها a i يبقى لما جي أخذ أبعاد نقطة البداية أخذها بدلالة المحور hi والمحور a j ولما جي أخذ أبعاد نقطة النهاية أخذها بدلالة المحور X والمحور Y يبقى انا لما يكون عندي المنحنة مش نصف دائرة صريح او ربع دائرة صريح بستعاد عن R بالمحور Y والمحور G وهما يمثلين بعد نقطة البداية عن مركز المنحنة في اتجاه المحور X بيمثلوا المحور Y في اتجاه المحور Y بيمثلوا المحور G والكود بتاع الحركة يا ميس هنا هو نفس الكود بتاع الحركة اللي احنا كنا بنستخدمه لما كان ربع دائرة صريح لو انا همشي الجزء من منحنة ده في اتجاه مع عقارب الساعة هاخد G02 لو همشي الجزء من محيط الدائرة بتاعي ده في اتجاه عكس عقارب الساعة هاخد القوز G03 بس اللي اختلف معايا هنا ان بدل ما اخدت R اخدت كيمة نقطة البداية بدلالة المحور المحور وايضا المحور المحور جي حيث اي المحور اي يمثل المحور اكس او البعد بتاع النقطة البداية عن السنتر في اتجاه المحور اكس والج تمثل بعد نقطة البداية عن المركز في اتجاه المحور Y وبالنسبة للاكواد G02 و G03 هي هي لان انا لو ماشي مع اتجاه عقارب الساعة هستخدم قود الدوران مع اتجاه عقارب الساعة وهي G02 ولو ماشي عكس اتجاه عقارب الساعة هستخدم القود مع عكس اتجاه عقارب الساعة وهو القود G03 ده كده اولاد لازم نبعارفين الفرق ما بين الطريقتين لعمل المنحنيات او الدوائر في برمجة مكينات التحكم لماكينة التفريز زيت التحكم العدد في الفريزة لو حبيت اعمل دوران مع عقارب الساعة او عكس اتجاه عقارب الساعة عندي طريقتين لعمل الدوران لو الدوران بتاعي ربع دايرة صريح او نص دايرة او تلت تربع دايرة او دايرة كاملة في الحالة دي باخد نقطة نهاية المنحنة بتاعي وباخد نصف قطر الدوران وبرمج به لو معي G02 لو معي اتجاه عقارب الساعة G02 X Y Y R لو عكس اتجاه عقارب الساعة G03 X Y من نقطة النهاية والR طب لو نصف قطر الدوران بتاعي ده مش نصف قطر دوران ده جزء من محيط دائرة يعني ملوش سنتر مش مسكله سنتر معين اعرف بداية الرسم بتاعه فين واحد واقول ان دي السنتر بس في الحالة ديت مش هتبقى R مش هتبقى بمعلومية R دي هتبقى بمعلومية محورين محور يسمى L وهو بعد نقطة بداية المنحنة عن المركز ده في اتجاه المحور X ومحور اخر يسمى المحور G وهو بعد نقطة نهاية المنحنة ده نقط بداية المنحنة عن مركز المنحنة في اتجاه المحور A Y تبقى انت عارف ازاي تبرمج المنحنة لو هو منحنة صريح او لو هو جزء من دايرة لو منحنة صريح G02 او G03 XY من نقطة نهاية المنحنة والR نصف كتر المنحنة لو منحنة غير صريح G02 او G03 XY من نقطة نهاية المنحنة واي و جي من نقطة بداية المنحنة بتاعنا ودول الطريقتين لبرمجة الدورانات في مكينات التحكم ذات التحكم العددي اللي هي مكينة التفريز ذات التحكم العدد مع بعضينا بقى يا شباب نبدأ ناخد كود جديد كده ونعرف ازاي بنتعامل معي اه قالي الاكواد اللي جاية دي مهمة او يا ولاد الاكواد دي بتاعتي عبارة عن اكواد بحدد بيها نقطة سفر الشغلة بتاعتي نقطة سفر الشغلة بتاعتي الشغلة بتاعتي هبدأ الشغلة فيها منين بالزبط قال لي لو البلان يعني المستوى اللي انت هتشتغل فيه عبارة عن مستوى XY يبقى انت كده شغل بحاجة اسمها G17 طب لو انت شغل في بلان تاني اسمه X و Z قال لي يبقى G18 طب لو شغل في بلان تالت الواي والزد قال لي يبقى G19 يبقى اللي انا هشرحه دلوقتي وضع نقطة سفر المنتج بتاعي او الشغلة بالنسبة لوضع البلان او السطح اللي انا هشتغل فيه انا عندي الشغلة بيبقى لها يعني كذا ايه يعني عندي عرض وطول وارتفاع لو انا هاخد السفر في السمك مختلف عن ان انا هاخد السفر بتاعي في طول الشغلة او هاخد السفر بتاعي في عرض الشغلة يبقى انا عندي تلت مستويات ممكن ااخد فيها سفر الشغلة لو المستوي بتاعي اكس وزد اكس او الاكس وي ااخد الجي 17 لو اكس وزد ااخد الجي 18 لو وي وزد ااخد الجي كام 19 والشاشة بتاعتنا هتبين لنا وظيفة هذه الاكوان مابعدين على الشاشة الجميلة الشاشة بتاعتنا بتقول ايه بقى بتقول لو انا شغال يا ولاد مش دي الشغلة بتاعتي اهو الشغلة دي انا عايز احدد السفر بتاعي هنا كده طب احنا هنشتغل في انا بلان انا هشتغل في البلان اللي فوق ده طب البلان اللي فوق ده شغال في انا محور فيه قال لي في المحور اكس والمحور ايه والمحور واي اهو المحور اكس اهو والمحور واي اهو طالما انا شغال في المحورين دول حبيبي يبقى انا كده شغال في المستوى جي كام جي سبعتاشر طب لو انا شغال في المحور اكس مع المحور زد تحت موزد هي اللي بتمثل السمك هنا يبقى لو شغال في المحور اكس والمحور زد يبقى انا شغال بالكوت جي كام جي تمنتاشر طب لو انا بقى هنا شغال في المحور واي مع المحور زد شغال في المحور واي مع المحور ايه زد يبقى في الحالة دي هشتغل بالكوت جي كام جي تسعتاشر انا عندي تلات اكواد اقدر احدد بيهم سفر الشغلة سفر الشغلة لو هحدده في البلان الاول اللي بيمثله المحور اكس وواي يبقى انا هنا هدي للمكنة الكوت بتاعي جي كام سبعتاشر لو انا هشتغل في بلان اخر بيحدده المحور اكس والمحور زد يبقى انا شغال بالكوت جي تمنتاشر لو انا هشتغل في محور اخر اللي هو المحور واي والمحور زد يبقى انا شغال بالكوت جي كام جي تسعتاشر والرسمة اللي قدامنا بتوضح لنا شكل البلان اللي انا هشتغل فيه والكوت اللي انا هستخدمه في هذا البلان عند الايه عند الشغلة بتاع ما بعضينا كده تاني نفهم الجزئية دي انا عندي كام نوع من الاكواد للعمل او تحديد سفر الشغلة عندي تلت اكواد لو سفر الشغلة في البلان بتاع المحور اكس والي يبقى انا هدخل للمكانة كود عشان تعرفها ان الكود بتاع او السفر بتاعي في المحور اكس والي في البلان اللي هو مساحة البلان اللي هي بتاخد المحور اكس والي لو السفر بتاعي فيها يبقى هدخل للمكانة القوس جي 17 لو انا السفر بتاعي الشغلة بتاعي محصور في المستوى للبلان مع المحور اكس والمحور زد يبقى في الحالة ديت المكان هتفهم المستوى ده بالقوس جي 18 لو السفر بتاعي في بلان اخر بيحتوي على المحور وي والمحور زد المكان هتفهم المستوى ده بالقوس جي كام 19 يبقى انا عندي كام كود يا ولاد جي 17 18 19 17 اكس واي 18 اكس وزد 19 واي واي وزد ودي اكواد تحديد نقطة سفر الشغلة بالنسبة لمستوى البلان اللي انا هنفذ عليه الشغل بتاعي في الشغلة المراد تنفيذها تمامي حبايبي طيب نبدأ ننتقل مع بعضينا كده لمعلومة جديدة عن اكواد الحركة لماكينات التحكم العددي التفريز مع بعضينا الشاشة اه بيقول لي بقى الاكواد دي جميلة قوي وبدأ خص حركة العدة حوالين سطح الشغلة لو العدة بتاعتي يا ولاد هتتحرك يسار سطح التشغيل لو العدة هتتحرك يسار سطح التشغيل احط لها الكود جي اربعين يعني لو العدة مشية يسار سطح التشغيل هتاخد الكود جي كام اربعين طب لو العدة بتاعتي اتحركت يمين اه يمين سطح الايه التشغيل قال لي الكود بتاعتي يا ايه بكام جي اتنين واربعين بس احنا عايزين هنا نوضح حاجة بقى اولي انا عندي حاجة اسمها المود المود كود والاكتف كود في عندي كود بيلغي كود كود بيلغي كود بمعنى ايه انا عندي لو انا عايز اشغل العدة على يسار سطح التشغيل هشغله يعني العدة هتقطع في الحالة دي عشان تقطع يبقى ده اسمه اكتف كود يبقى لو العدة هتقطع يبقى انا اشغل بحاجة اسمها الاكتف ايه الاكتف كود يعني الكود اللي هيعمل لي شغل طيب لو انا عايز اوقف العدة دي ما خليهاش تتحرك بالنسبة ليسار الشغلة او يمين الشغلة اللي هتوقفها بالجي اربعين يبقى في العدة ما تتحركش خالص ولا يسار ولا يمين الشغلة بالجي كام اربعين يبقى ده اسمه المود ايه المود كود طيب لو عايز العدة تتحرك يسار الشغلة قديها جي واحد واربعين طيب لو العدة عايزها تتحرك يمين سطح التشغيل جي اتنين وكام واربعين يبقى لو العدة هتتحرك يسار سطح المشغل هتتحرك اختلها الاكتف كود اللي هو جي واحد واربعين لو هتتحرك يمين سطح التشغيل وهتتحرك وهتشتغل استخدم لها الاكتف كود ايضا اللي هو جي كام اتنين واربعين لو هوقف العدة في الكودين دول والغي حرقة الكودين في الحالة دي هستخدم لها الكود المود كود اللي هو الجي اربعين يبقى دلوقتي يا ولاد لازم نفهم زي ما فهمنا ان انا عندي اكواد اساسية واكواد مساعدة لازم افهم ان انا عندي اكواد بتوقف العدة وتلغي عملها واكواد بتخلي العدة تشتغل وتصير في ايه في عملها الاكواد اللي بتلغي عمل الشغل بتاعي ليه الكود المشغل اسمه المود الكود ده كود الغاء الحركة او الغاء شغل الكود اللي شغال طب الكود اللي شغال ده اسميه ايه اسميه الاكتف كود يعني كود بيقطع يبقى اكتف كود كود بيحرك العدة يبقى اكتف كود طب كود بيوقف العدة وبيلغي الامر يبقى ده المود الكود طب انا عندي دلوقتي بالنسبة لحركة العدة على سطح الشغلة عندي كود بيحرك للعدة على يسار السطح المشغل ده اسمه الجي واحد واربعين ولما حبي الغيه اجيب له مود الكود يسمى الجي اربعين طب لو عايز احرك العدة بتاعتي يا مين سطح التشغيل بالكود جي اتنين واربعين طيب يبقى ده اسمه الاكتف كود ولما حبي الغيه اجيب له المود الكود بتاعه اللي هو الجي اربعين يبقى اذا الجي اربعين مود الكود للكودين جي اتنين واربعين وجي تلاتة واربعين وما وظيفة الجي اتنين واربعين حركة العدة يسار السطح المشغل وظيفة الكود جي تلاتة واربعين حركة العدة يمين السطح الايه المشغل تمام حبيبي وقالغيهم بالمود الكود اللي هو مين الجي اربعين بتاعهم اللي هو بيلغي حركتهم سواء كانت يمين سطح التشغيل ونصار سطح الايه التشغيل نبدأ نخش على كوك دميل كده تاني ونعرف وظيفته ايه في البرمجة مع بعضين على الشاشة قال للكود واحد وتسعين واحنا كنا قلنا عليه قبل كده اللي هو برمجة الابعاد بالنظام التراكمي او التزيودي او النسبي بس هنا جايبهولي بالنسبة لما كانت الفريزة علشان احنا دلوقتي بناخد برمجة مكينة التفريز فبيقول لي اهو لو انت عاد تحسبي اي بعد البعد بتاع ديها تحسبيه مسافة وترجعي تاخدي نهاية البعد دوه صفر جديد موسيقى 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 طيب عندي قوت تاني اسمه G01 لا انا احرك بقى العدة في خط مستقيم بس بتغذية داخل ايه داخل الشغل فعشان كده لازم تبقى التغذية بطيقة والحركة جوه الشغلة تبقى ايه بطيقة حركة اداة القطع بتغذية بطيقة في خط مستقيم داخل سطح التشغيل ده G01 يبقى احنا عندنا كده فرق ما بين ايه ما بين G00 وال G0 كام يا ولاد واحد G00 حركة اداة القطع باقصى سرعة في خط مستقيم وبدون تغذية خارج الشغلة ولكن G01 حركة اداة القطع بتغذية بطيقة في خط مستقيم ولكن داخل سطح الايه التشغيل ده الفرق بين G00 وج01 طب ما احنا عندنا G02 وعندنا G03 اللي G02 حركة العدة في دوران مع اتجاه عقارب الساعة G03 حركة العدة او اداة القطع في دوران عكس اتجاه عقارب الايه الساعة نفرق يا ولاد بين الاوامر G00 G01 G01 G02 G03 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 حركة اتجاه 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 القطع القطع وبيبقى برضك زي بالضبط M06 اتجاه 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 معاك G02 G03 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 M30